كما أعلن الجيش الأمريكي أن طائرات أمريكية وأردنية أسقطت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية على قطاع غزة وأوضح الجيش الأمريكي أن المساعدات التي تم إسقاطها على شمال غزة شملت أكثر من 36800 وجبة يأتي هذا بينما أكد مسؤولون أمريكيون أن المساعدات التي يتم إسقاطها جوا بديل غير كافي للمساعدات نظرا لحجم الأزمة الإنسانية الكارتية في قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر